هنأ رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جباليا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى الحادية والاربعين لتحرير سيناء الحبيبة وقال رئيس مجلس النواب في برقية بعث بها للرئيس السيسي إن هذه الذكرى ستظل خالدة في ذاكرة أمتنا وعنوانا لطريق كفاح وفخر سلكه شعب وجيش فعبر به من ظلام الهزيمة إلى فجر النصر والأمل